موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الفاضلين إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد تأتيكم في أثناء أيام معلومات هي خير أيام طلعت عليها الشمس كما يقرر أهل العلم وهي أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أي أيام أخر حديثنا في هذه الحلقة عن عشر ذي الحجة وهو يدور على أهمية العبادة في هذه الأيام وعلى الحكمة من استباق فريضة عظيمة مثل الحج بالحث على التطوع في الأعمال الصالحة وسوف تتطرق الحلقة إلى منهاج المسلم في التعامل مع هذه الأيام وأثار هذا التعامل على الفرد إذا ما استغلت عشر ذي الحجة على الوجه الأمثل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها على ضيف الحلقة الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهر أهلا ومرحبا بكم مولانا مرحبا أستاذ جهات مرحبا بكم أستاذ المشاهدين حياكم الله دكتور محمد كما هو مقرر عند أهل العلم سواء في نص القرآن أو في كما ورد على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن هذه الأيام أيام عظيمة مباركة وكثير من أهل العلم من رفعه لأنها خير أيام طلعت عليها الشمس خير أيام الدنيا يعني هذه الأهمية العظيمة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح أحب فيها إلى الله مثل هذه الأيام وكما قال عليه الصلاة والسلام ما الحكمة من هذا التعظيم لهذه الأيام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولاه ثم أما بعد دعونا الأول نقرر أن تفضيل الأشياء بعضها على بعض هذا ما رده إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى وإذا لم يكن عندنا نص صريح في هذا صحيح فالواجب أن لا نخوض في التفضيل فالذي ورد في هذه الأيام أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه البخار وغيره قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وفي رواية خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فهذا الحديث هو عمدة التفضيل في هذه الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يفضل الزمان وليس يفضل العمل فعندنا في الشريعة أحيانا تفضيل المكان وأحيانا تفضيل الزمان وأحيانا تفضيل العمل وأحيانا تفضيل العامل فهذه المفاضلات الشرعية مردها إلى الله رب العالمين وعلى الناس أن يمسكوا في التفضيل بين مخلوقات الله عز وجل ما لم يفضل ربنا تبارك وتعالى شيئا على شيء ولهذا معذرة شيخي هل في الاستقراء إذا ما استقرأ العلماء الأفضلية هنا حتى ما يعود على المسلم بالاستثمار بالعمل الصالح إلى آخره هل في ذلك مشكلة شرعية إذا ما استقرأ العالم عن فضل هذه الأيام على تلك على غيرها هو يفضل باجتهاده أم يفضل بالنصوص يفضل باستقرائه للنصوص إذا كانت النصوص واضحة الدلالة في التفضيل فلا حرج في هذا أما إذا كانت النصوص غير واضحة الدلالة في التفضيل فينبغي أن نمسك وأن نسوق للناس ما ساقه النبي صلى الله عليه وسلم ونكتفي بهذا أين الحرج في الإمساك هنا مثلا في بياني التفضيل لأن نحن نهينا أن نفضل الأنبياء بعضهم على بعض أو الأشياء بعضها على بعض لأن هذا التفضيل مرده إلى الله تبارك وتعالى هو سبحانه وحده الذي يفضل بين خلقه حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس بن متة أي أنتم لا تصنعون هذا إنما الله يفضل ولذلك قال الله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إنما أنتم لا تفضلوا اتبعوا ما جاءكم عن الله تبارك وتعالى في هذا التفضيل فإن جاءتكم نصوص في تفضيل الأنبياء بعضهم على بعض فالتزموا بهذه النصوص أما إذا لم تأتي نصوص فكل الأنبياء سواسية وكلهم حملت الرسالة وكلهم اصطفاء الله واختياره ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني العلماء يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا على سبيل الطواضع ولكن الراجح عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرر هذه الحقيقة أن الذي له حق المفاضلة هو الله أما أنتم فلا تجترئوا ولا تتقاسروا على هذه المفاضلة ففيها خطورة وفيها اعتداء على حق الله تبارك وتعالى طب ماذا نصنع؟ التزموا ما جاءكم إذا فضل الله تبارك وتعالى محمداً على سائر الأنبياء فافعلوا كذلك إذا فضل الله عز وجل عرف على سائر الأيام فافعلوا كذلك إذا فضل الجمعة على سائر الأيام فافعلوا كذلك أما أنتم باجتهاداتكم واقتراحاتكم فلا لأن هذه مخلوقات الله هذه من شرائع الله تبارك وتعالى فلذلك ينبغي الإمساك حيث سكت الشرع في المفاضلة يعني هذه من القضايا التي لا ينبغي الاجتهاد فيها تقرر دكتور نعم هذه قضايا خارج الاجتهاد كيف نجتهد ونفضل ما لم يفضله الله تبارك وتعالى نعم فلذلك عندنا هنا التفضيل للعمل ولهذا لما فضل الناس الأيام بعضها هنا على بعض وقعوا في مشكلة مشكلة هل أفضل عرفة أم ليلة القدر هل أفضل عرفة أم الجمعة هل أفضل عرفة أم العاشر من المحرم فستقى عندهم إشكالية ولذلك يعني أرى أن نترك المفاضلة مقيدة كما أرادها الله فعرف مفضلة لكذا وعشراء مفضلة بكذا والجمعة مفضلة بكذا وليلة القدر مفضلة بكذا حتى إنهم أدخلوا أنفسهم في تعب ليس من ورائه طائل أيهم أفضل العشر الأوائل من ذي الحجة أم العشر الأواخل من رمضان هذا يعني هذا هوس أنا أراه كذلك ودخول في دائرة لا يعني لا فائدة منها ولا طائل من ورائها بل إننا ندخل أنفسنا في حرش شرعي كيف تفاضلون بين أشياء لم يفاضل الله بينها على وجه صحيح صريح فلذلك ينبغي أن نمسك هنا هذه ليست ظاهرية وليس بعض الناس يقول هذه ظاهرية وبعض الناس يقول لا نحن لا نريد أن نصنع من العلماء آلها يحرمون ويحلون ويفضلون ويؤخرون ويقدمون بالاجتهادات فنجعل من اجتهادات الناس شريعة أخرى موازية للنبي لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يوقع الناس في حرش كبير في الشريعة ولذلك ينبغي الإمساك حيث أمسك الله تبارك وتعالى أما لو أعطانا الله تبارك وتعالى لو فتح لنا الباب للاجتهاد في هذه المسألة فاجتهد لا حرش إنما هل فتح الله عز وجل الباب في هذه المفاضلات لا المفاضلات هذه حق الله عز وجل لكن هل أغلق الاجتهاد فيها؟ المفاضلات حق الله المثوبات هذه قاعدة المثوبات والعقوبات والمفاضلات هذه حق الله فالدخول فيها يعني لا يستطيع أحد أن يقول لو شربت هذا الماء لك من الأجل كذا لو فعلت كذا لك عليك من العقوبة كذا إلا بقارين نص شفت ما إذا لم يأتي نص ينبغي أن لا تقول هذا فنقول العقوبات والمثوبات والمفاضلات هذه حق الله هذا مقرر عند أهل طبعا هذا ثابت فلذلك الدخول فيه دخول في دائرة يعني توقع الإنسان في حرج فلذلك مثلا طيب حتى لا نطيل في هذا المهم الحكمة من هذه الأيام يعني هذه القدر الكبير من الأهمية التي تحظى به والثناء عليها ويعني ثناء الله سبحانه وتعالى عليها وأنها أحب الأعمال فيها عند الله سبحانه وتعالى ما الحكمة من ذلك؟ اجتمعت فيها في الحقيقة فضيلة الزمان وفضيلة المكان وفضيلة العمل فنجد فيها أن في هذا الزمان الزمان فيه أنه من الشهر الحرم وشرع الله عز وجل فيه الحج وفيه أعظم أركان الحج وهو الحج الأكبر الوقوف بعرفة وفيه أيضا حادثة فداء إسماعيل صلى الله عليه وسلم وما كان فيه من أمر أن إبراهيم قال له إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين إلى آخر الآيات فيه أيضا رمي الجمار وفيه الحلق والتقصير والهدي والنحر وفيه طواف الإفاضة وهو ركن من أركان الحج على رأي جماهير الناس العلماء أيضا اجتمعت فيه أيضا فضيلة الزمان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل العمل إنما يفضل الزمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام ولذلك لم يسمي عملا معينا إنما قال العمل الصالح بأل الجنس ثم وصفه بالصلاح حتى يقيد هذا العمل بكل ما يرضى به الله تبارك وتعالى ورسوله والله لا يرضى إلا بما شرع سبحانه وتعالى أو بما لا يخالف شريعته ويكون فيه الإخلاص فلذلك لكن معذرة دكتور حتى لا يلتبس على السادة المشاهدين يعني جنابك وأرجو المعذرة جنابك قلت بأن هذا الموضوع هذا الحديث فيه إشارة إلى فضلية الزمان وليس فضلية العمل لكن الحديث في نصه في ظاهره واضح على أن العمل في هذا الزمان طبعا هذا يعني شرف العمل من شرف الزمان هنا لكن واضح أن الحديث أن فيه هذا العمل في هذا الزمان مخصوصا بهذا الزمان له فضل كبير عند الله وهو أحب من غيره في أزمينة أخرى أكيد ما هو إذا وقع العمل الفاضل في الزمان الفاضل كان أفضل وإذا وقع العمل الفاضل في الزمان العادي لم يكن أفضل إنما كان فاضلا وإذا وقع العمل العادي في الزمان الأفضل كان أفضل فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الزمان ولذلك كل الأعمان هي أفضل فيه إذا وقعت فيه فهي أفضل إلا استثنى الشرع شيئا واحدا وهو الجهاد في سبيل الله ولهذا كان مستقرا في أذهان الصحابة وفي ضمير الأمة وفي مكنون الشريعة أنه لا يرقى على الجهاد عمل إلا الإيمان بالله لا الصلاة ولا الزكا ولا الحج ولا شيء من هذا ولذلك جعله الإسلام ميزانا تقاس به الأعمال طبعا الجهاد هو مفهوم أوسع من القتال الجهاد بصفة عامة لا هو المقصود هنا القتال القتال في سبيل الله وليس الجهاد اللسان ولا جهاد السياسة ولا جهاد بتاعه لا هو مقصود به القتال في سبيل الله كلمة الجهاد في الشرع إذا أطلقت لا يراد بها إلا القتال في سبيل الله إلا إذا خرجت عن هذا المعنى بقراء فالأصل فيها القتال في سبيل الله نعود إلى موضوعنا نعم فلذلك نقول مسألة هنا الجهاد كان هو ميزانا تقاس به الأعمال وذلك قال الصحابة ولا الجهاد كأنه هو الميزان الذي توزن به الأعمال ولذلك هذا مقرر في أحاديث كثيرة الساعي على الأرمال والمسكين كالمجاهد في سبيل الله فدائما النبي صلى الله عليه وسلم يشبه الأعمال الفاضلة أو الصالحة بشيء من الجهاد فقال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الشهيد الذي خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء العلماء قالوا هنا إلا هذا الرجل الذي خرج يخاطر هل رجع بنفسه فلم يرجع من ذلك بشيء قوله فلم يرجع من ذلك بشيء أي رجع بنفسه ولكن لم يرجع بماله فهذه صورة محتملة أو أنه لم يرجع هو ولا ماله ولذلك في رواية بن حبان يقول إلا من أهري قدمه وعقر جواده في نفس الحديث أو في الحديث نفسه إلا من أهري قدمه وعقر جواده إذن فالصورة الأعلى هي صورة الشهيد الذي لم يرجع لا هو ولا ماله هذه أعلى الصور إذن حتى لو وقع الجهاد في هذه الأيام مع الحج فالجهاد أعلى فالجهاد أعلى بحالة معين أم على إطلاقه الجهاد هو وسيلته الاستشهاد وسيلته الجهاد الاستشهاد في سبيل الله التي فضلها الإسلام وسيلته الجهاد إنما قصدت دكتور يعني في المطلق أم أنه إذا كان هناك مثلا جهاد دفعين أم جهاد ناد به الإمام يعني هذا الذي أقصده لا أنا يعني المطلوب هنا جهاد الطلب الذي هو فرض كفاية إنما جهاد الدفع والجهاد الذي نادى الإمام هذا فرض عين هذا فرض عين حتى جهاد الطلب أفضل من الحج إي ونعم لأنه لو في هذه الأيام طبعا نتكلم إي ونعم في هذه الأيام لأنه لو لا الجهاد لما استقام للناس حج ولا أقيمت لهم شعيرة ولا أمن الناس في أوطانهم ولا بلدانهم ولا أمنوا على أموالهم ولا على أعراضهم ولهذا الجهاد هو الحارس لهذه الشريعة الحارس الأمين لهذه الشريعة والحارس الأمين للأموال والأعراض والدماء فلما يعني لهذا الحارس أعطي حبات من المنومات فنام فلعبت اللصوص في ممتلكات المسلمين على كل حال نعود إلى ما كنا في صدده فنقول هذه الأيام فضلها الله عز وجل وشرع لها من الأعمال والعبادات التي تناسب أفضلية الزمان فجعل فيها الحج وعظم فيها الذكر والتكبير والتسبيح والصيام والتهليل وقراءة القرآن وصلة الأرحام وبر الوالدين والصدقات والحج وما يتعلق به من الشعائر إنما ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح ما من أيام العمل الصالح التي للجنس المستغرقة لكل أنواع العمل الصالح وهل تقييد العمل بالصالح يدل أو يشير أو يلمح إلى أن العمل الفاسد فيها أسوأ قد يكون كذلك نعم هذا سنبحثه معك دكتور لكن قبل ذلك ربما يعني المسلم يتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول ما من عمل العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة دكتور يعني إذا تأمل المسلم يعني لماذا هنا فيه حث على الأعمال التطوعية على العبادات التطوعية إلى آخره لماذا أرادت الشريعة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أن تحث المسلمين على التطوع في العبادات قبل أداء فريضة هي فريضة ركن من أركان الإسلام هل ثمت حكمة ثمت ملمح ثمت شيء خفي هنا هذه الأمة أمة مسكينة قصيرة العمر كثيرة العدو ثقيلة المهمة والأعباء عظمة التكاليف اجتمعت عليها هذه الأربع فكان من رحمة الله تبارك وتعالى وإحسانه إليها أن عظم لها المهمة وعظم لها بعض الأزمان وبعض وجعل لها مواسم تستدرك بهذه المواسم ما يفوتها بقصر عمرها وما تستقوي به على عدوها وتجحذ بها هممها وقواها الإيمانية والروحية التي تواجه بها عدوها وتواصل بها مسيرها وتحقق بها غايتها التي أمرها الله عز وجل بها فكان من هذه المواسم وتلك النفحات الربانية هذه العشر ومع ذلك يعني جعل الله فيها كل الأعمال الصالحة مفضلة ومعظمة يكفي أن يكون فيها عرفة الذي جعل الله عز وجل فيه صيامه يكفر ذنوب سنتين سنة فاتت وسنة آتية السنة التي فاتت معلومة إنما السنة الآتية كيف تكفر وأنا لم أعشها فالعلماء قالوا هنا لهم عدة آراء يقولون إن من صام يوم عرفة لا يموت في السنة القادمة سيعيش حتى يعمل ويقع في الذنوب ويغفرها الله هذا رأي الرأي الثاني يقول إنه يكفر له تلك الذنوب ولو على فريضة الافتراض الجدل أنه عاش فلو عاش تكفر له ذنوبه طيب لو مات يبقى يعطى من الحسنات قدر هذا العام على كل حال هذا يعني الذي يتولى هذا هو الله رب العالمين يعطي ويثيب بما يشاء كيفما يشاء سبحانه وتعالى المهم أننا ننحظ هنا أن ثواب صوم واحد يكفر سنتين أو يعطي فضيلة سنتين كأن الإنسان صام سنتين فهذا لأن أعمارنا قصيرة وقوانا ضعيفة وعدونا قوي وشديد وكثير ومهمتنا ثقيلة ألا يؤسس هذا الحديث يعني طبعا هذا سؤال قد يرد إلى ذهن المسلم متابع ألا يؤسس هذا الحديث بمنطوقه بظاهره إلى نوع من التواكل عند المسلمين بمعنى أنهم يعني ربما يتفلتون على مدار العام ثم يأتون إلى يوم عرف فيصمونه إيمانا واحتسابا على أن يتفلتوا بعد ذلك لأن الله سابق العلم يعني سيغفر لهم أولا ربنا لا يخدع يا أستاذ جهد نحن لا نتعامل مع محمد ولا مع علي ربنا نحن نتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى ثانيا الذي فيه عنده هذه النية لن يوفق إلى صيامه ثالثا هنفترض أنه صام ثم صنع هذا فالذي سيحاسبه لله لست أنا ولست أنت وليس الناس فالذي سيحاسبه لله إن شاء حقق له هذا الحديث وإن شاء منعه منهم من الفضل فحينما نقول من صنع كذا فله كذا أو ننقل عن الشارع أنه يقول من صنع كذا فله كذا ليس هذا المعنى على إطلاقه وأن من صنع لابد أن يأخذ لأنه قد يعني تشوبه شوائب من الرياء والسمعة وطلب ما لا يجوز شرعا ويعني مثل هذه الأشياء المحبطة للعمل قال الله تبارك وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم فالأعمال الصالحة لها مبطلات لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وهناك في صورة البقرة يقول ربنا جل جلاله الذين انفقون أموالهم في سبيل ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجروب عند ربيهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالمن والأذى يحبط العمل كذلك الأعمال الصالحة لها محبطات فقد يظل هذا المتمعقل أنه يستطيع أن يخدع رب العالمين أبدا الله لا يخدع سبحانه وتعالى حقيقة أريد أن أنتقل معك إلى ساحة جديدا من الحوار نريد أن نحرر مفهوم العمل الصالح وإذا ما كان يخدع لفقه الأولويات أو لفقه المرحلة خصوصا في مثل هذه الأزمينة ولكن ليس قبل الذهب إلى فاصل لو أذنت لنا هذا فاصل قبل العودة لمواصلة الحديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أستاذ الحديث في جامعة الأزهار مجدد الترحيب بكم دكتور الله أحفظكم الله يبرك فيه دكتور الحديث عن العمل الصالح يعني ربما هنا وخصوصا في هذا الزمان يحتاج الأمر إلى تحرير مفهوم العمل الصالح ربما يكون مثلا قبل مئتي عام وهو العمل الصالح هو قيمة ثابتة في الإسلام صحيح لكن هنا هل يخضع إلى النسبية أو إلى فقه الأولويات أو إلى فقه المرحلة بمعنى أن العمل الصالح في هذا الزمان هو بهذه الصيغة أو هذا العمل الصالح هو أفضل منه قبل مئتي عام لو نحرر مفهوم العمل الصالح نحرر أولا المفهوم المصطلح وهو العمل الصالح كلمة العمل تشمل الأقوال والأفعال قال الله تعالى لما تقولون ما لا تفعلون فالعمل يشمل قول اللسان وعمل الجوارح وحتى عمل القلب وحتى عمل القلب يشمل أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فهل النيات من الأعمال أو لا ذي خلاف بين العلماء لكن على كل حال العمل يشمل أيضا طيب ونقول إن ربنا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بالصلاح فما هو العمل الصالح العمل الصالح بسهولة ويسر هو ما لم يخالف الشريعة وكان فيه الإخلاص يعني ما لم كل عمل لا يخالف فيه العبد شريعة الله تبارك وتعالى فهو على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون مخلصا سلامة النية والصحة يعني إي ونعم لأن العمل الصالح لا يصحه أن نبتدع أو نحدث أعمالا تخالف الشريعة ثم نقول هذا من العمل الصالح فلا حرج فيه يعني نصلي الظهر خمس ركعات هذا عمل صالح لا هذا عمل فاسد نصلي نصوم رمضان خمستاشر يوم من أجل الإنتاج أو من أجل كذا هذا عمل فاسد فتغيير الصورة التي جاءت أو الحقيقة التي جاءت عن الشرع للعمل لا هذا لا يجوز أو حتى أما أن ينشئ المرء عملا لنفسه له أصل في الدين وله صورة في الدين هذا ليس بمحرم المهم أن يكون له أصل في الدين وأن يكون فيه إخلاص يعني يراد به وجه الله عز وجل لا تطلب به دنيا ولا ناس ولا سمعة ولا جاه ولا منصب ولا شيء من هذا نسأل الله السلامة والستر هذا العمل الصالح كان حضرك نعم وهو السؤال إلى أي مدى يخضع لفقه المرحلة نعم فقه الأولويات والمرحليات نحن عندنا ما يسمى بعبادة الوقت عبادة الوقت الأصل أن كل عبادة في وقتها أفضل كل عبادة في وقتها أفضل فلذلك لا نقول وقت الصلاة نعمل لا يتوقف العمل ونصلي ثم نتابع ولذلك قال الله تبارك تعالى فإذا نوذي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ثم قال بعد ذلك فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا ولذلك الطالب إذا كان لديه امتحان في الصباح يقول أنا سأقيم الليل وأختم المصحف هذا خطأ لأن المفروض أن يهتم بعبادة الوقت فلعنى العبد المسلم أن يهتم بعبادة بعبادة جاء وقتها لا يتركها إلى غيرها ولا يتركها إلى غيرها هذه العبادة الأفضل فلأنه خروجا من خلافات كثيرة بين العلماء هل الأفضل الصلاة أم بر الوالدين أم كذا أم كذا لا لكن نحن نقرر مطلقا أن أفضل الأعمال هي الإيمان هذا مطلق نعم أفضل الأعمال هو الإيمان ثم يليه الجهاد ثم بعد ذلك خلاف باء واسع بين العلماء والأفضل أن نقول أن كل عبادة في وقتها أفضل نعم لكن دكتور في هذه الأيام العشر النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عبادة معينة يحبها الله في هذه الأيام صحيح هل هذا يمكن أن يقودنا إلى القول بأنه منذ مئة عام منذ سقوط الدولة الإسلامية أو الخلافة الإسلامية وحتى الآن المسلمون يعني يتعهدون هذه الأيام العشر بالصلاة بالزكاة يعني أعمال صالحة النمطية إذا صحت تعبير على قيمة وجلالة هذه الأعمال لكن أليس المسلمون مدفوعون إلى تقديم مثلا وهذا رأي مطروح إلى تقديم عبادات جديدة تصب في الخانة خانة الصلاح نفسها مثل يعني التفكر والتدبر ومحاولة مثلا نبذ الأفكار الأخلاق مثلا السيئة نبذ العصبية نبذ التحذب إلى آخره أليس هذا مطالباً للمسلم في هذه الأيام العشر بالتدرب عليها تحقيقاً المصلحة العامة للمسلمين صحيح أحييك على هذا أستاذ جهاد المسلم لا يكون نمطياً في العشر صحيح في أعمال ثابتة راسخة إنما ينبغي أن يضيف وأن يجدد فيها من شريعة الله تبارك وتعالى كل عام يعني أنت صمت العام الماضي العشر كاملة هذا العام يعني صم يوماً وأفطر يوماً صم الاثنين والخميس اكتفي بيوم عرفة فقط لا تجعل نفسك نمطياً وإذا قصرت أو تركت جانب الصيام كله للتسعة أيام إذن اجتهد في جانب آخر من التفكر من العلم من الطلب من المذاكرة من قراءة القرآن صلة الأرحام بر الوالدين الصدقات يعني يكون عندك جوانب أخرى تعوض النقص الذي أصابك في هذا حتى لا تمرن النفس على شيء واحد ويأتيك الشيطان فيفسده عليك ويفسد عليك نيتك ويفسد عليك أعمالك فتصبح بعد ذلك هذه الأشياء يعني روتين أو عادة اعتدتها وإن كانت تعود عليها شيء جميل لكن التجديد في حياة المسلم مدام أن الأمر فيه سعة وأنت غير مقيد بدائرة معينة يعني أنت هنا موسع دائرة في دائرة العمل الصالح إذن وسع على نفسك وجدد وبدل وقدم وأخر وكما يعني كما تشاء حتى يتجدد معك الإيمان وتتجدد النفس ويتجدد الدماء في العروق من جديد هذا أمر طيب بلا شك جميل لكن تعظيم هذه الأيام دكتور وتعظيم العمل الصالح فيها لا شك أن وراءه غايات ومقاصدة كيف يمكن استخلاص هذه المقاصد؟ هو كل الشريعة كلها مقصدها تحقيق العبادة لله تبارك وتعالى وهذه الأيام الشيطان لا يرى أغيض منه فيها لا سيما يوم عرفة فما رؤي الشيطان وما عرف أنه أغيض في يوم منه يوم عرفة لما يتنزل الله عز وجل فيه لما ينزل الله من الرحمات على عباده وهو أكثر الأيام عتقا من النار كل هذا يغيض العدو ويغيض الكفار ولذلك دائما الكفار حريصون على تفريغ هذا الزمان من محتوى ومن حقيقته فيؤدي المسلم فيه العبادات بصورة يعني روتينية لا تصلح فيه عوجا ولا تطبب فيه عللا ولا تصلح فيه مفسودا ولا يعني تدفع لا هو يعني قد يصوم ويصلي ويصنع هذه العبادات في هذه الأيام وهو غشاش وحشاش وهي متبرجة وسافرة وهو يأكل أموال المسلمين ويظلم الناس ويعتدي على حقوق الآخرين كل هذا فأصبح هناك يعني لا توجد المفاصلة في حياة المسلم بين دينه وبين ما يغضب الله تبارك تعالى إنما هو يجمع هذه شتات هذه المتناقضات بصورة يعني في الحقيقة وقحة وصورة غير صحيحة وصورة تفسد دينه وتأكل إيمانه ولهذا لا بد على المسلم أن يعيد النظر في حياته وفي ترتيب أموره هو يصلي إذن فعل عليه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه الأيام ساقها الله عز وجل وجعل فيه هذه النفحات وتلك الرحمات لماذا؟ لتصلح حشأنك يا أخي عقيدتك وعبادتك وأخلاقك ومعاملاتك وتنشئ حياتك كلها ولو من جديد على هذه المفاصلات الإيمانية العظيمة والحقائق الشرعية الكبيرة يعني إنما أنت تكون في هذا الميدان سائراً وسيرك فيه طيب ثم نجدك بعد ذلك تعظم ما حقر الله وتكره ما أنزل الله وتدعم ما يعني ما يغضب الله تبارك وتعالى هذا غير صحيح هذا فساد في التصور أنت قلتنا إلى الحديث عن المحظورات التي يقع فيها كثير من المسلمين في هذه اليمكن قبل الحديث عن هذه المحظورات أريد أن أسألك عن المنهاج منهاج المسلم في التعامل مع هذه الأيام تعاملاً تعبدياً على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والله أحييك على هذا السؤال يا أستاذ جهاد رقم واحد وأنا أكرر هذا لنفسي دائماً ولإخواني ولمن أحب رقم واحد التوبة إلى الله تبارك وتعالى بشروطها قبل أي شيء أخي قبل أي شيء رقم اثنين تصحيح التصورات كيف هذا؟ تصحيح التصورات أنا تصوراتي مفسودة لابد أن أجد من يصحح تصوراتي عن ديني وعن يعني إلى متى سيكون الإسلام كلأاً مباحاً لكل من هب ودرج يشتم في يطعن في الصحيحين ويطعن في سنة النبي وأنا أقف يعني أشاهده وأضحك ملأ في وأكل ملأ بطني وكأن الأمر لا يعنيني لا لابد من تصحيح التصورات عند المسلمين ما الذي ينبغي أن يكون أولاً وما الذي يؤخر وما الذي يقدم وما الذي يعني يعظم وما الذي يعني أمره هينسا هذا اختصاص العلماء ربما هذا بطلب العلم هذا يتحقق بتصحيح التصورات بطلب العلم وطلب العلم عند العلماء الربانيين المخلصين الصادقين الذين يخشون الله عز وجل ويعظمون أمره ونهية فلذلك نقول الثانية تصحيح التصورات الثالثة أن يحدث لنفسه رؤية مستقبلية أن يعمل لنفسه رؤية مستقبلية هذه الأيام العشر لهذا كيف أعيش عمري كله أو بقية عامي وفق ما كنت فيه في هذه الأيام العشر الله تبرك وتعالى جعل هذه النفحات رمضان ثم العشر ثم كذا ثم كذا هذا للتذكير للتذكير بالمنهاج وليست لابتداء المنهاج أنت خرجت من رمضان دخلت في هذه العشر الأوائل أي ونعم لأننا سرت شهرين على منهاج رمضان إذن فتذكرني هذه العشر الأوائل بهذا المنهج العشر الأوائل تأخذ منها شحنة واصل بها حتى المحرم أيأتي المحرم فأواصل بها حتى وهكذا فالإحداث الرؤية المستقبلية للمسلم اللي هو المنهاج اللي حضرتك قلت لإحداث الرؤية المستقبلية ماذا أريد ماذا يريد الله مني لابد أن أجيب على هذا السؤال هل يريد الله مني تبارك تعالى أن آكل وأشرب كالأنعام وأن أكثر النسلة وأملأ الدنيا ضجيجا بالأطفال وأن أبني العمارات وأعمر القصور وأرصد الأرصاد في البنوك هل هذا ما يريده الله مني والله إن كان هذا يريده الله عز وجل منك وأنت ننتهي إذن فامضي إليه أما إذا كان الله يريد منك أن تعيش عبدا لله وأن تعبد الناس لله تبارك وتعالى وأن تملك الدنيا كلها لتكون الدنيا كلها وكل ما فيها عبيدا لله تبارك وتعالى هذا ما يريده الله جل جلاله وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون والعبادة هنا بمعناها الواسع الشامل وليستها الشعائر كيف تتحقق معاني العبودية في هذه العشر قبل أن أنتقل السؤال الذي بعدها نقول نحن قلنا الثالثة اللي هو إحداث الرؤية لا بد أن يوجد آلة صحيحة لتحقيق الرؤية هو وضع رؤية مستقبلية إذن يوجد آلية لتحقيق هذه الرؤية أنا ماذا أريد أريد أن أكون عالما إذن ما آلية العالم أريد أن أكون طبيبا ما آليته أريد أن أكون مجاهدا ما آليته أريد أن أكون عبدا صحيح ما آليته فلذلك نأتي إلى هذا السؤال الجيد وهو ذكرني المحضورات لا قبل ذلك كيف يتحقق العبودية في هذه الواقع؟ ما نقول هو بالآلية إيجاد الآلية التي تحقق الغاية التي هو رسمها لنفسه والتي رسمها له رب العالمين ويسير لتحقيقها ويالعبودية العبودية ليست شرطا أن تدخل المسجد وتغلق عليك الباب ثم تخلو بالله رب العالمين هذا أمر حسن لا ننكره إنما العبودية قد يخلو العبد بربه وهو في السوق وقد يخلو العبد بربه وهو في قواء وتقرع على رؤوسه السيوف والقوارع وقد يخلو العبد بربه وهو بين الناس يغدو ويروح المهم اتصال القلب بالله تبارك وتعالى وتعظيم الله حق عظمته وإعطائه حق قدره وهذا يحتاج إلى تدريب وهذا يحتاج إلى جهد كبير جدا وفتح من الله نعم طيب لا شك أن كثيرا من المسلمين في هذه الأيام بما نسمع ونقرأ ونتابع ربما يقعون في بعض المحظورات أو ربما يصيب أعمالهم شيء من الانحراف في التطبيقات التعبدية في هذه الأيام هل يمكن أن نركز شيئا ما على هذه المظاهر مظاهر الانحراف في هذه الأعمال في هذه الأيام نعم المظاهر الانحراف في هذه الأعمال أننا نجد مثلا بعض الناس يقطع أرحامه فصلها يقصر في جوانب من العبادات فأتمم ما قصرت فيه ينحرف يعني عن قراءة القرآن ويقلل ورده ولا اجتهد في هذا أيضا هناك انحراف من انحراف علمي وانحراف كما هناك انحراف تعبدي انحراف علمي يعني نسمع ونقرأ ولتزل على وسائل التواصل الاجتماعي أناس عن أناس يعني هم يريدون أن يخففوا حدة الغلو في بعض المظاهر أنه هو مثلا يفرضون على ممن يفرضون على الناس أن لا يأخذوا شيئا من شعورهم ولا من أضفارهم فيأتي هذا لبيان أن هذا أمر مباح أو أن هذا أمر يعني محمول على الكراهة أو محمول على التنزيه أو محمول على كذا أو على الاستحباب ويريد أن يرد القول بالتحريم فيضعف الحديث هذا رجل يفكر بقدميه الحديث ثاول في صحيح مسلم حديث أم سلم نعم ثم يأتي من يقول إن عائشة أنكرت على أم ما أنكرت أم عائشة رضي الله عنها على أم سلم لو تذكر الحديث حديث أم سلم هذا في صحيح مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن وفي رواية فلا يأخذن من شعره ولا من بشره شيئا يعني وفي رواية لا يأخذن من أظفاره ولا من أشعاره شيئا إذا كانت له أضحية وأراد أن يضحي فلا يعني يفعل هذا أين الانحراف هنا؟ والحديث آخر لعمر بن العاص عبد الله بن عمر بن العاص يقول فيه إن من تمام أضحيتك ألا تأخذ من شعرك ولا من بشرك شيئا فالانحراف هنا أنه يطعن في هذا الحديث ويقول لا أنت توجبون أو تحرمون على الناس يا أخي هذا رأي في الفقه كون أن فيه رأي في الفقه ورأي للإمام معتبر كالإمام أحمد رضي الله عنه وأهل الظاهر والشافعية يرون الكراهة تنزيهية التحريم كراهة تنزيهية محمول على الكراهة تنزيهية يعني أنت تطعن في أئمة ثم تطعن في الحديث لأنه يخالف توجهك قل أنا أرجح هذا الرأي الذي يقول إنه على الكراهة التنزيهية أو حتى على الاستحباب أو على كذا أو على كذا إنما تطعن في صحيح مسلم بهذا التطاول وتهدم قواعد العلم وأصول الشريعة وأنت نائم على ظهرك هكذا لا عائشة أنكرت على أم سلم وما كان لأحد أن ينكر على صحابه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان لعائشة ولا لغيرها أن تنكر على أم سلم الذي ورد في السنة من إنكار بعض الصحابة على بعضهم ليس إنكارا للرواية إنما هو إنكار للاستدلال وهناك فرق بين إنكار الرواية وإنكار الاستدلال فلذلك إنما الثابت الذي ورد أن عائشة لم تنكر على أم سلم إنما أنكرت على فتوى لابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه في السنة التي لا يخرج فيها الحج يرسل هديه ويرسل أضحيه تذبح هناك في مكة فقالت عائشة قال ابن عباس الذي يصنع هذا لا يحرم عليه ما يحرم على المحرم فعائشة قالت لا هو لا يحرم عليه كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحرم ويأتيني ولا يحرم عليه ما يحرم على المحرم من نسائه وطيبه فهي قيّذت هنا المحرمات بالنساء والطيب لم تذكر الظفر ولم تذكر الشعر لكن من يتحدث عن هذا الموضوع هو ربما أيضا يتحدث في دائرة الاستدلال كيف يكون قضية الطيب والنساء مباحة وقص الظفر محرم من باب الاستدلال فقط ورد فيه نص إذا ورد النص نقول لله سمعنا وأطعنا ماذا من نص عاملا يا أستاذ جهاد لا يصح أن نعارض النص بعقولنا النص العامل حج على خلق الله جميعا النص العامل هو النص الذي دخل دائرة القبول وسلم من النسخ وسلم من المعارض الأقوى وسلم من التخصيص وسلم من حديثة العين وهذا النص الذي معنى حديث أم سلمة سلم من كل هذه الأشياء وقطعي الثبوت والدلالة لا هو حديث أحاد وهو يطعن فيه لأنه أحاد لو أطعنا في أحاديث الأحاد ما الذي أبقيتموه للعلمانيين والشيوعيين وهؤلاء المنحرفين وأفقتموهم يا شيخ في الطعن في السنة باسم الأحاد وهل الآحاد حديث المطعون فيه طيب هذا دكتور محمد هذا على مستوى يعني ما اسميته جنابك وانحراف في بعض المسائل العلمية المختصة بعشر ذي الحجة لكن ماذا عن التطبيقات هل هناك مظاهر لحظتها مظاهر انحراف في أداء العبادات في هذه الأيام لحظتها قبل أن نذهب إلى الفاصل قبل الفاصل نعم لأنه حان وقت الفاصل يعني نقول قبل ولا ننتظر الفاصل لا إذا يمكنك أن تقول قبل الفاصل قبل الفاصل انحراف في الأضحيات أن المسلم ينبغي عليه أن يحسن أضحيته وأن يختارها سليمة من العيوب وأن يراعي فيها شريعة الله في التوزيع في المأكل والمشرب وأن يراعي فيها الفقراء وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلوا وادخروا وتصدقوا فثلثها صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام هناك من يدخرها كلها ويأكلها كلها ويجعلها لبطنه فقط طيب وبقية المسلمين يا أخي ما هذه الذاتية وما هذه الأنانية التي تعيش بها لا نحن أمة واحدة ولذلك نحن نقول في الصلوات الخمس إياك نعبد بنون الجماعة وإياك نستعين لا أقول إياك أعبد وإياك أستعين أنا لبن في هذا الصرح الكبير فلا صح أن أخرج منه وإن خرجت منه تخطفتني الكلاب والذئاب ولكن الجماعة اليوم غير متحقيقة في المسلمين هذا صحيح فإذا هي لم تتحقق في المسلمين لابد أن تتحقق في نفسي طيب نحن الآن يجب أن نذهب إلى فاصل نحن على موعدا مع فاصل أخير ثم لنا عودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة ترجمة نانسي قنقر أهلا وسهلا بكم إلى جزء الأخير من حلقة اليوم دكتور محمد ما الثمار أو النتائج أو الآثار المترتبة على عشر ذي الحجة إذا ما أحسن المسلم استغلالها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى هو رقم واحد يا أستاذ جهاد أن أحقق معنى الجماعة في نفسي يعني إذا سقطت الجماعة على الأرض وفي واقع المسلمين وهذا حق يعني هذا لا نستطيع أن نضع رؤوسنا في التراب إنما إذا سقطت في واقع الناس فلا صح أن تسقط في نفسي كيف تتحقق في نفسي؟ أي نعم أن أعيش بروح الجماعة أن أعيش بروح الجماعة وروح الأمة لا أعيش بروح الفرد هذا البرنامج الذي نسجله الآن هو يقوم على معد ويقوم على مذيع ويقوم على مصور ويقوم على مخرج ويقوم على مضيء يعني حتى يخرج إلى الناس له أدوات كثيرة وكل أدى منها وراءها يعني مجموعة من الخلق في الآخر تعطينا شيئا واحدا لا بد أن نعيش بهذه الصورة عندنا الطبيب والمهندس والمحامي والعالم والعالم الشرعي والعالم كذا لا بد أن نعود أن نحيا بروح الجماعة انظر إلى مثلا هذه الألوف المؤلفة التي تذهب إلى الشعائر المقدسة والأماكن المعطرة من قبل إليه تبارك تعالى في مكة المحرمة والمدينة المكرمة والمدينة المنورة أسأل الله أن أحرسهما يعني كيف ذهبت وكيف عادت هي ذهبت باسمها وسوف تعود باسمها لكن أمامه لقب الحج فلال فقط إنما هل ذهب لينظر في واقع الأمة وواقع المسلمين ويضع له التصورات حتى في نفسه يا أخي يعني إذا لم يتمكن هذا مع الجماعة ومع الناس ومع الأمة يضع هذا في نفسه أنا ذهبت لماذا ذهبت وما الذي جنيته وكيف كانت الجماعة تستقيم وكيف كانت الأمة مستقيمة لابد أن أحيي في نفسي روح الجماعة وروح الأمة وأن أعيش بها الثانية أن نقول وهذا داء كبير حينما نرى أن بعض الناس يقول أن الأمة تحتاج إلى العلوم الإنسانية قبل العلوم الشرعية لا الذي الواقع في هذه الأيام وفي غيرها أن الأمة تحتاج إلى العلوم الشرعية قبل العلوم الإنسانية ولم تصل الأمة إلى العلوم الإنسانية إلا من خلال حرص العلوم الشرعية على أن تصل إليها والعلوم الشرعية هي التي نبهتني إلى قيمة العلوم الإنسانية والعلوم الشريعة هي التي نبهتني إلى قيم هذه الأشياء فلابد أن نحي حقائق الشريعة في أنفسنا من خلال هذه العاشرة ومن خلال هذا الزمن الفاضل الثالثة أن نعمق الأخلاق الفاضلة في أنفسنا أيضا وفي مجتمعاتنا من صلة الأرحام والتواسي والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومساعدة الضعيف وتقويم المفسود وتطبيب المعليل كل هذه المسائل حتى تستقيم للأمة حياتها على وجه يرضى به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بقي معي دقيقة ونصف أريد أن أسألك عن شيء لم أقله ولم أسألك عنه ولم تتحدث به جنابك عنه في الحلقة مما يمكن أن تلخصه لنا في موضوع الحلقة بدقيقة ونصف هو الذي أريد أن ألخصه أو أن أقوله في دقيقة ونصف إن الإنسان يحرص على المنهاج الذي وضعه الإسلام في هذه الأيام العشر من تحسين العبادات ووقته بما يرضى الله تعالى ورسوله الثانية يوم العيد له منهاج وله فضائل لابد أن يحرص عليها الأيام التشريق لها أيضا لها فقه لابد أن يقرأها وأن يحرص عليها التكبير المطلق والمقيد التسبيح المطلق والمقيد التهليل المطلق كل هذه الأشياء عليه أن يحرص عليها وأن يري العالمين شرائع الله في نفسه وحقائق الشريعة في نفسه قبل أن يطلبها من الناس شكرا جزيلا لك على التزامك بالوقت أيضا دكتور مشاهدين الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة قبل الختام ندعو الله سبحانه وتعالى لكم أن يوفقكم لاستثمار هذه الأيام عن الوجه الذي يرضاه دمتم في خير قبل الختام أشكر ضيفي الدكتور محمد أنور البيومي أستاذ الحديث في جامعة الأزهار شكرا لكم في حراسة الله وتوفيقه اشتركوا في القناة